الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجية اللواء المتقاعد جمال مظلوم مرحبا بك معنا لواء جمال يعني يبدو أن التصريحات من الطرفين في ازدياد وهناك توتر ملحوظ على الرغم من أن التصريحات الأخيرة لزعيم كوريا الشمالية تقول بأنه عندما قال أنه ينتظر مزيد أو أنه سيراقب أفعال الولايات المتحدة في الفترة القادمة تشير بأنه نوعا ما هناك تهدئة أو هناك يعني لعب على وتر الوقت عسكريا إذا ما أردنا نتحدث في هذه الأزمة التي تأخذ بالتصاعد بشكل عام اليوم هل الخطر هو على جزيرة جوام فقط من أن تقصف من قبل كوريا الشمالية أم أن الخطر الحقيقي هو باستهداف كوريا الشمالية فعلية للأراضي الأمريكية وما مدى إمكانية كوريا الشمالية اليوم لفعل ذلك يعني أنا من وجهة نظر الحقيقة طبقا للبيانات والتصريحات التي اطلعنا عنها في الفترة الأخيرة كوريا الشمالية أي نعم بتمتلك سواريخ ممكن تصل إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية زي كاليفورنيا أو ألاسكا إنما الحقيقة قدرات هذه السواريخ ليست بالقدرة على التأثير على الولايات المتحدة الأمريكية أنا من وجهة نظري أن إذا أقدمت كوريا الشمالية على ضرب جزيرة غوام حتى اللي هي بتبعد حوالي 4000 كيلو متر عن الحدود أو عن الأراضي لكوريا الشمالية فدي بعتبر عملية انتحارية من جانب كوريا الشمالية وأنا ما تصورش أن التصريحات أو التصرفات اللي بتأتي من الجانبين في الوقت الحاضر قد تؤدي إلى نشوب حرب لأن طبعا لو نشبت حرب أنا بتصور أن هي ببصر إلى حرب نووية وستهدد المنطقة بالكامل اللي ممكن قلنا لو كوريا الشمالية أطلاقت صواريخ على غوام وده طبعا فيه استحالة ممكن عندها بالقرب منها في القواعد الأمريكية في كوريا الجنوبية أو في اليابان فهي أقرب منها بكثير وفي هذه الحالة أنا بتصور استحالة نشوب حرب أن هذه المنطقة هي منطقة صناعية كبيرة يعني بالقرب من كوريا الشمالية في الصين وفي كوريا الجنوبية وفي اليابان قلعة صناعية كبيرة على مستوى العالم كون ينشوب فيها حرب قد تصل إلى حرب نووية وحرب عالمية أنه ستهدد اقتصاد العالم كله إلى تهديد يعني لا يحسد عقبال حية فأنا بتصور أن الأمور لازم ستصل في النهاية إلى حل سلمي الصين بتسع إلى هذا طبعا دول المنطقة كلها بتسع في هذا منها كوريا الجنوبية وروسيا والدول المحيطة بالمنطقة أنا بتصور هو أكيد ستنقشع هذه الغمة الموجودة على المنطقة ويؤدي إلى حوار سياسي كوريا الشمالية بتهدف إلى الاعتراف بها كدولة نووية على مستوى العالم تعني استوقفك هنا بالموضوع النووي ما القدرة النووية اليوم التي تنتلكها كوريا الشمالية وإلى أي مدى بالفعل بما أنك تحدثت عن دول جوار كوريا الشمالية إلى أي مدى هذه الترسان النووية لدى كوريا الشمالية تشكل تهديدا حقيقيا على المنطقة المحيطة بها وعلى جيرانها أولا بغض النظر عن التهديد العالمي أستاذ الفاضل هي كوريا الشمالية تمتلك التكنولوجيا النووية أجرت خلال الفترة السابقة خمس تجارب نووية منها تجربتين خلال العام الماضي هي ممكن تستطيع أن هي تصنع قنبلة نووية المشكلة هي في أن هي تحتاج إلى سنة من الوقت الحالي لكي تدقق دقة السواريخ التي تحمل هذه السواريخ أو هذه البغضوفات النووية إلى الأهداف بتاعتها طبعا انتلاك التكنولوجيا بيديها وقت أن هي حتى تصنع هذه الأسلحة وده اللي أنت عارفين أن الولايات المتحدة الأمريكية صمافت كوريا الشمالية منذ 2001 لو نفتكر قالت أن العراق وإيران وكوريا الشمالية هما دول محور الشر وبتتابع الأول أزمة أنا شايف أن هي بتتصاعد منذ ذلك الوقت حتى الوقت الحاضر إنما الكوريا الشمالية عايزة تضمن عدم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وقصف أراضيها في أي حل سلمي ممكن يصل إليه الطرفين في الوقت الحاضر في الوقت الحاضر هناك عقوبات دولية على كوريا الشمالية إلى أي درجة يمكن أن تكون حلا وما المدى الزمن التي نتحدث عنه هنا خاصة بعد أن بدأت الصين بتطبيق العقوبات عقوبات الأمم المتحدة على كوريا وبدأت بإيقاف استيراد الكثير من المواد التي كانت تعتمد كوريا الشمالية على الصين من خلال توريد تلك المواد إليها الحقيقة الاقتصاد لكوريا الشمالية الحقيقة الاقتصاد صعب وتتعرض لأزمات كثيرة وتتلقى مساعدات كبيرة من كوريا الجنوبية ومن دول العالم كله بصفة عامة من دول الكبرى طبعا العقوبات التي فرضتها الصين النهاردة بالاعتبارها تستورد 90% من منتجات كوريا الشمالية أنا بتصور هذه الخطوة هي خطوة ضغط كبيرة من الصين على كوريا الشمالية أكيد الظروف خلال الأيام القادمة الحقيقة ستضع الاقتصاد الكوري الشمالي في أزمة حقيقية مما يجعلها تتراجع بقدر الإمكان عن التهديدات وعدن التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع كوريا الجنوبية بصفة عامة وبتصور أن العوامل الاقتصادية لها تأثير كبير احنا شفنا أن كان لها تأثير كبير مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية بتستخدم الأسلحة الاقتصادية بتؤتي نتائج الحقيقة لأن هي أساسا اقتصادها ضعيف في كوريا الشمالية شكرا جزيلا لك اللواء المتقاعد جمال مظلوم متحدثا إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من القاهرة